اشتركوا في القناة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الغزوة هي كل بعث خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة سواء قاتل فيها أم لم يقاتل غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة أولها غزوة الأبواء وتسمى ودان وآخر غزوة غزاها هي غزوة تبوك سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه والهدف اعتراض قافلة لقريش سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها عبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه وهو ابن عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في سرية والهدف قافلة لقريش وكان بينهما رمي بالنبال سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في سرية ليعترض قافلة لقريش ففرت القافلة وفاة كلثوم بن الهدم رضي الله عنه أول من توفي بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة هو كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وكان شيخا كبيرا وهو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم منطقة قبا